فيات دوبلو تحدث زلزالا في أسعار السيارات التفاصيل إذن جاء في هذا المقال دائما في الجزائر الجديدة أحدثت فيات دوبلو المركبة في مصنع وهران زلزالا في أسعار سيارات النفعية المستعملة وذلك بعد ضخ كميات معتبر منها في السوق المحلية ما جعل العديد من التجار وأصحاب الشركات يقبلون على اقتنائها وسهم فيات دوبلو الجديد في تراجع كبير لأسعار سيارات النفعية المستعملة على غرار دوبلو المستعمل بحيث كان يصل سعره في السوق إلى 350 مليون في وقت يتروح سعره 278 مليون سنتيم في السوق ليصبح سعره أقل من المصنع بقيمة 20 مليون ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تبرز الكمل هائل من فيات دوبلو على مستوى موقف السيارات الخاص بمصنع فيات بمدينة وهران وكان قد أعلن وزير الصناعة علي عون بوهران على الإطلاق الرسمي لإنتاج صيغة الجديدة لسيارة فيات وأطلع على نموذج أو طلع على نموذج أقول فيات دوبلو التي ستتم عملية إنتاجها نهاية سنة 2024 كما تم التوقيع على عقود شراكة مع أربعة منويلين محليين اعتمدهم مصنع فيات في مجال التزويد بالعجلات تركيبها والألياف الكهربائية والإلكترونية وكذا تجهيزات سيرغاز ترجمة نانسي قنقر